في ظل تطورات إقليمية غير مسبوقة تشهدها المنطقة السودانية في واشنطن هذه الزيارة هل ستغير من الواقع بشكل جدري؟ أم أنها ربما تكون بروتوكولية ليس إلا؟ بدأ التحية طيبة لأقصد السعيد وكل متابعيكم الكرام أعتقد هذه الزيارة كانت منذ فترة طويلة لكن على ما يبدو تم تأجيلها أكثر من مرة وهذه الزيارة بالتأكيد ستجعل العلاقات الثنائية الأمريكية العراقية على السكة التي يتمناها المواطن العراقي والطبق السياسي والدليل على ما أتحدث العراق في فترات ماضية اتجه إلى المحور الشرقي دون المحور الغربي ومرة يذهب إلى المحور الغربي دون الشرقي لكن من الذي جنى المواطن سوى الخلاف والاختلافات والفساد والتجاوز وانعدام الثقة من قبل المواطن مرة باتجاه العملية السياسية ومرة باتجاه العملية الانتخابية أنا أعتقد ذهاب السيد السوداني ومعه وفد من التجار ومن المسؤولين لعقد وأبرام اتفاقيات خصوصا اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي سوف تصب في مصلحة العراق والعراقيين وكذلك مصلحة الدولة التي يتم الاتفاق معها اليوم العراق لا يحتاج حقيقة إلى أزمات وإلى خلافات والتصعيد مع هذه الدولة أو تلك الدولة بقدر ما يحتاج إلى التهدئة والانفتاح إلى الدول الأخرى لأن العراق يحتاج الكل والكل يحتاج العراق